بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده ونصلي ونسلم على صفة خلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعون بإحسان إليه ومن دين وبعد ومزلنا مع شرح أسماء الله الحسنى ومع اسم الله تبارك وتعالى القيوم جل جلاله قال النظم رحمه الله وقائم بذاته القيوم لكل كائناته مقيم وقائم بذاته القيوم لكل كائناته مقيم يعني البيت سهل ومشروح إن شاء الله تبارك وتعالى وقائم بذاته القيوم يعني الله تبارك وتعالى قائم بنفسه سبحانه جل وعلا لا يحتاج إلى أحد سبحانه جل وعلا لكل كائناته مقيم فجميع الكائنات هي قائمة بأمر الله تبارك وتعالى القيوم اسم من أسماء الله الحسنى قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وقال سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه ومعناه لا يختلفون عليه هو القائم بنفسه المقيم لغيره كما قال في هذا البيت وقائم بذاته القيوم لكل كائناته مقيم سبحانه جل وعلا قال العلام السعدي رحمه الله والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام هو الذي قام بنفسه سبحانه جل وعلا وقام غيره تبارك وتعالى يعني جميع الكائنات قائمة به سبحانه جل وعلا هو الذي قام بنفسه وقام بغيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي تصف بها رب العالمين سبحانه جل وعلا من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير كل ذلك داخل في قيومية الباري سبحانه جل وعلا وجاء في القرآن الكريم مقرونا باسمه الحي الاثنين يعني مع بعض الحي والقيوم وذلك لاجتمالهما على معاني الأسماء كلها يعني الحي والقيوم اجتمل على معاني الأسماء الحسنة كلها سبحانه جل وعلا قال ابن أبي ابن أبي العز الحنفي فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنة كلها وإليهما ترجع معانيها فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تبارك وتعالى أكمل حياة وأتمها واستلزمة إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة وأما القيوم جل جلاله فهو متضمن كمال غناء وكمال قدراته سبحانه جل وعلا فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم منتظام ولهذا فاسم الحي القيوم جل جلاله هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم على أحد الأقوال لأن اسم الحي يتضمن معنى كل الصفات الذاتية واسم القيوم يتضمن كل الصفات الفعلية عن صفات الله تبارك وتعالى هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية الحي يتضمن معنى كل الصفات الذاتية واسم القيوم يتضمن كل الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى ومن أدلت ذلك ما رواه ابن ماجعا أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور البكرة وآل عمران وطاه قال ابن القيم رحمه الله ولهذا كان اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه هو اسم الله تبارك وتعالى الحي القيوم والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والألام ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحكم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الأفات ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية فكمال القيومية لكمال الحياة فالحي المطلق التام الحياة لا تفوت صفة الكمال البتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويدر بالأفعال طيب السؤال ما هو الأثر الإيماني لاسم الله تبارك وتعالى القيوم عندما يتدبر المسلم هذا الاسم العظيم لن يبقى في قلبه تعلق بغير الله جل جلال لما أتدبر اسم الله تبارك وتعالى القيوم لن يبقى في قلبي تعلق بغيره سبحانه وتعالى لا أتعلق بغيره لماذا؟ لأنه سبحانه جل وعلا القيوم التي قامت به جميع الكائنات التي قامت به جميع الكائنات سبحانه جل وعلا لأنه يبين الفقر التام والحاجة الكاملة لله تبارك وتعالى وحده لا إلى غيره فإذا استكرت قيومية الرب جل جلاله في العقيدة والوجدان يعني وجدت في نفسك ضرورة ملجئة لله عز وجل ووجدت في نفسك انصراء يعني انصرافا عن غيره لأنه سبحانه جل وعلا القيوم لخلقه لا قيام لهم إلا به فأرزقهم وآجلهم وكل شؤونهم بيده سبحانه جل وعلا هذا هو اسم الله تبارك وتعالى القيوم جل جلاله نرجع لقراءة البيت نقرأ ان شاء الله المدة الدقيقة مع بعض كذا بسم الله الرحمن الرحيم وقائم بذاته القيوم لكل كائناته مقيم 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 وقائم بذاته القيوم لكل كائناته مقيم